أنت في منتخب مص سجلت أسرع هدف في تاريخ الأمم الأفريقية كان معك جابون في أول 17 ثانية كان أهل مصباحك الثانية 18 ثانية بتقول 18 ثانية بالزبط 18 ثانية وما بيقوله 27 ثانية لا موسوعة جينيس للأرقام القياسية 18 ثانية بالزبط كنت جاي بالجول يعني ديت كان ضربة البداية رجعت كده اتعاملت اليسر ديان خلاص لو فيه ستوبوتش 18 ثانية بالزبط وراح يسر ديان بصراحة لعيب من اللاعبة اللي واحد يحب يلعب جنبيها كمان طبعا فكان من الهدف العزيزة طبعا ولا كان في دماغي أسرع هدف ولا أهم حاجة أن احنا نكس قبل ماتش ده لا واللعيب اللي كان بالشارع نفسه ربنا نزيله بالزبط طبعا حاجة زي انت بقى بتحط دماغك في دماغ الديفنس ده وشوف من عنده نقطة الجزاء والحمد لله دي حاسة الهدف بقى كانت طيب الجول ده بيفكرك بإيه بقى عماتة مصفة عماتة ده كل ما تفتكره بتفتكر إيه لا أفتكر يعني حاجات حلوة كتير كان طبعا كابتن كان كابتن محمود الخطيب برضو كان مدير كورة على ما أفتكر مع كابتن جوهر لا مع كابتن كابتن أسماعين وكابتن فروق جعفة كان مدرب عام فطبعا كابتن خطيب القيمة والقامة الكبيرة طبعا بيه صورة يعني أعتز بيه أنا وأنا في المنتخد ديت يعني أعتز بيه طبعا القامة والقيمة طبعا الكبيرة كانت خطيب اللي ليه فضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى في مطشة اعتزالي كمان يا كابتن في مطشة اعتزالي الراجل ده كابتن محمود الخطيب بدين بالفضل ليه بعد ربنا سبحانه وتعالى وقف جنب يا كابتن ولا حد كان ولا قال لحد أنا عملت كذا 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 بالليل أمانة وليش هذا مباراة اعتزالك بعد المنتخب على طول بعد المرجاة عملت العملية بعد قاله للدكتور قال لي ما فيش انت شاف سن الاعتزال ليه سن معين ولا هي قدرات لللاعب اللي بيدي على وضوح انا كنت مكمل لستة وتلاتين لان انا الحمد لله مباراة اعتزالك كان مع النصر السعودي وبصراحة نصر السعودي شوف الجمهورة ده اه يعني رغم ان كان فيه ساعتها ده حب الناس بقى كتب اه مهى طبعا ده حب محضرتك كنت موجود وكان سيول ايه طبعا كان سيول نازلة لكن الحضور ده والنادي النصر السعودي ده بقى رضي كمين احنا اخدها من البرنامج بتاع اسامة حسني رضي جميل 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 جالك رغم كل ده يعني ده حب الناس بقى كتن طبعا عشان كده لما بقولك الجمهور بيبقى عشمان في اللعيب بالزبط يعني تحس ان هم عايزين يقفوا جنبك وبعدين ايه ده اهلي وزمالك والتحاد واسماعيلي وكل الاعلام كانت شو بقى بنقول نبذ التعصب في حاجات زي كده كتن بص بتبقى للعيب عاملة ازاي احنا كلنا ولاد مصر فحاجة زي كده الانتباع دوت لما بيبقى جمهور جميل ومثقف واحلى ناديين في مصر لما يبقى قدوة لبقية الاندية فتبقى حاجة جميلة ايش عامزة كلام ايش عامزة كلام ده احمد وده محمد احمد اهو اللي بيشاور ده وده محمد احمد ابن الوز عوام ده احمد اللي هو على الشمال ومحمد اللي على يمين كانوا توقم لسه بقى كانوا ربنا كدهم لك يا رب اه ده احمد وده محمد يا سلام يا سلام فطبعا كنت انت بتعيشهم في الحاجات دي كتن يعني برضو طبعا اه كانوا بتبسطوا جدا لما يجوا معايا في المباريات وكان في عمر دلوقتي ما شاء الله ربنا يكرموا وانا ملازم اول الحمد لله وجانا بقى ربنا كدهم لك وانا اتكلم في المباريات دي انما احمد زي ما يقولك ايه ابن الوز عوامل بالزبط ايه اللي يطلعوا بمدافع ملعبش ليه فرود او انت ما نصحوش وانت لا هو انا هو احمد اشول 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 اه هو بدايته كان ثمان سنين في نادي الزمالك مدرس الكورة مدرس الكورة هو ومحمد كانوا توقم نادي قاعدوا يلعبوا لغاية لما وسطوا الدرجة الاولى ولعبوا فعلا في الدرجة الاولى مطشطوا اتاخدوا مطشط برا مصر كانت برضو في دورات رسمية وكده وما حصلش نصيد لقيت اللي اتنين مشوا من الناس الزمالك الناس الزمالك مش شاف مش شاف